ما الذي ينتظره المواطن التونسي من البرلمان ومن حكومة هشام البشاشي في هذه المرحلة؟ الشعب التونسي ليس له طموحات كبيرة من هذه النخبة السياسية دعني أنقل لك مشاغل الشباب الشباب التونسي اليوم يريد دولة قانون ومؤسسات يريد دولة فيها مسؤولون مسؤولون بجدية وبالمعنى الحقيقي لكلمة المسؤولية يعني الشعب التونسي لا ينتظر كثيرا من هؤلاء ولكن يريد إنجازات حقيقية على أرض الواقع الشاغل اليوم هو شاغل تنموي اقتصادي بالأساس وليست مسألة صراعات سياسية دعني أنقل لك نبض الشارع الشعب التونسي ملا من المخاطرات السياسية وتجلى ذلك في العزوف على المشاركة في الانتخابات الفارطة لو ننزل الآن للشارع في تونس للشوارع من كبرى المدن التونسية سيقولون لك لقد مللنا من هذه المواطرات التي ينقلها البرلمان على النواب الممثلين لهذا الشعب أن يتوجهوا إلى الملفات الحارقة الملفات الرئيسية التشغيل التنمية يعني معالجة ملفات البطالة البنية التحتية الأمن الذي أصبح مهددا كل مواطن الآن في تونس انتشرت الجريمة بكثافة في تونس يعني هذه الملفات الحارقة ونحن هذا ليس سرا يعني أضعه على الجميع لأنه هذا واقع المجتمع التونسي وليس واقعهم أنت لا أدري إخوانجي أنت نظام قديم أنت من النظام البائد أنت أنت بيكن تعريك كما نقول بلهجة درجة تونسية يعني ليست هذه مشاغل التونسيين التونسيون ينتظرون اليوم حكومة فاعلة حكومة إنجازات خاصة في هذا الظرف الصحي الدقيق يعني نحن لدينا معادلة بسيطة ونظريا أستاذ كريم نظريا المؤسسات موجودة يعني عندك رئاسة وعندك برلمان منتخب وعندك حكومة شكلة وفق الآليات المعتمدة مفترض أنه يصير في نتائج تصب في مصنحة المواطن والشباب التونسي صح أو لا؟ صح لكن هناك خلافات بين هذه الرئاسات الآن قبل أن ندخل لهذا البرنامج الآن وزير الثقافة التونسي يرفض تنفيذ قرارات من رئاس الحكومة يعني نحن هذا مشهد عبثي رئيس الحكومة ينبه على وزرائه بأن لا يتواصلوا مع رئاس الجمهورية إلا بإعلام مسبق منه وفي إطار النوميس رئاسة الجمهورية اليوم تريد لها صلاحية أوسع ولها نفوذ أوسع في الحكومة وهناك وزراء يعني من بينهم وزير الثقافة الذي ذكرته هو دعم من رئيس الجمهورية أقاله الرئيس الحكومة المكلف لك تمسك به رئيس الجمهورية أيضا هناك خلاف بين البرلمان ورئاسة البرلمان وبين رئاسة الجمهورية في وقت المياه ولازالت راهنة هذه الخلافات يعني تبعث عن القلق وتبعث عن الريبة لدى الشارع التونسي لا بد من أن تنسجم المؤسسات في هذا النظام السياسي وأن يمتثل الجميع لأحكام الدستور الذي يحدد العلاقة بين السلطة التنفيذية رأسيها يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا بين البرلمان الذي لديه دور تعديل هناك اختلال في الموازين حاصل حاليا في تونس الكل يستثمر أنا أسميها في اللانظام لأنه اليوم هناك رغبة من الجميع في توسيع صلاحياتهم حتى لو كان ذلك على حساب الدستور والنتيجة أنت تريد النتيجة أستاذ محمد لدينا أزمة اقتصادية راهنة أزمة اجتماعية متفاقمة وستتفاقم ربما لم يتحرك الجميع أزمة صحية وهذه أولوية قصوى في كل الدول أزمة كورونا الآن يجب أن يتم معالجتها بقدر كبير من السرعة ومن التفاعل ولكن حقيقة الأنباء الواردة من تونس هناك يعني تراخي جدا من قبل مؤسسات الدولة هناك ضغط كبير على المؤسسات الصحية وكانت هناك تحذيرات من وزير الصحة السابق عبدالتي في المكي بعد تلك الاعتزاز بالانتصار على كورونا في الموجة الأولى يعني هناك كانت تفاعل أكثر وكانت ربما مبادرة أكثر يلمسها الجميع في تونس اليوم ربما هناك تراخي هناك يعني ربما عدم قدرة من وزير الصحة الحالي على إدارة الوضع ربما الأزمة أكبر منه حقيقة يعني ترجمة نانسي قنقر